بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما يقول علماؤنا الأعلام إذا أنت لم تسمع إلى الآن هذا الحديث فأنت إلى الآن لا تعرف قيمتك عند صاحب الزمان لا تعرف قيمتك عند الله سبحانه وتعالى وأنت من الثابتين على ولاية أهل البيت في زمن غيبة الإمام المهدي عليه السلام يعني أنت من الثابتين على ولاية الإمام المهدي عليه السلام من القائلين بإمامة صاحب الزمان سلام الله عليه والثابتين عليها فإذا لم تسمع هذا الحديث فأنت إلى الآن لم تعرف قيمة ما تفعل في الثبات على إمامته رجاء نستمع رجاء نستمعي ورد في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام وفي رواية أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم أي صاحب الزمان سلام الله عليه ثم ماذا قال الإمام الباقر عليه السلام طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان نحن نعيش في هذا الزمان الذي قال عنه الإمام الباقر عليه السلام طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان طوبى كما قلنا في اللغة العربية بمعنى الحظ الجيد بمعنى الخير الكثير العيش الطيب إلى غير ذلك وطوبة هي شجرة في الجنة أي أن الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهل الجنة ومن الذين يستظلون بالشجرة طوبة وطوبة لك في الحياة أي أن لك الحظ الجيد والسعادة وكذلك الغبطة والخير الكثير فقال طوبة للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان إن أدنى ما يكون لهم من الثواب هنا العبارة أدنى ما يكون لك من الثواب إذا كنت من الثابتين على إمامة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام من القائلين بوجوده الشريف من الذين يأتمرون بأمره ولا يعصون له أمره إذا ما ظهر سلام الله عليه أنت من الذين يأتمرون بأمره وبحمد الله عز وجل خصوصا نحن العراقيين عرفنا بطاعتنا لأهل البيت جاءت داعش عليها لعائن الله وبمجرد أن المرجعية أعطت فتوى الجهاد بحمد الله عز وجل اعتمرنا بأمر المرجعية ودافعنا عن مذهب أهل البيت ودافعنا عن مراقد أهل البيت ودافعنا كلا حسب ما يستطيع هناك من ضحى بنفسه هناك من ضحى بماله هناك من ضحى بأولاده هناك من دعم الفتوى بالدعم اللوجستي كوادر طبية كوادر صحية كوادر تجارية اقتصادية تعليمية إلى غير ذلك فكلنا بحمد الله عز وجل إذا اتصل الأمر بأهل البيت عليه السلام لا نستطيع أن نسكت أبدا إلا ونشارك في هذا الأمر على كل الأحوال فالإمام الباقر عليه السلام يقول إن أدنى ما يكون لك من الثواب أن ينادي بهم البار جل جلاله فيقول عبيدي وإمائي الكلام الآن لك أنت ولك أنت من قبل الله سبحانه وتعالى أدنى ثوابك لأنك من القائلين بإمامة الإمام المهدي عليه السلام عبيدي وإمائي آمنتم بسري وصدقتم بغيبي آمنتم بسري أي صاحب الزمان سلام الله عليه اللهم صلي على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها والسر هو صاحب الزمان سلام الله عليه عبيدي وإمائي آمنتم بسري وصدقتم بغيبي أي بمعنى في زمن الغيبة الكبرى وأنت مؤمن بالغيبة بوجود صاحب الزمان سلام الله عليه فماذا قال الله سبحانه وتعالى فأبشروا بحسن الثواب مني أي عبيدي وإمائي حقا منكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم أغفر هذا أدنى الثواب لمن آمن بصاحب الزمان بوجود صاحب الزمان أن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالك وأن يعفو عنك وأن يغفر لك ذنوبك ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى منزلت من يؤمن بصاحب الزمان منزلت من يدافع عن صاحب الزمان وعن وجوده وعن إمامته يقول الله سبحانه وتعالى وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء بوجودك أنت 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 الذي تقول آمنت بصاحب الزمان وبالغيبة الكبرى وأنا من الذين يؤمنون بإمامته وبوجوده الشريف الله سبحانه وتعالى يسقي هذه الأرض المطر لوجودك ويدفع عن أهل الأرض البلاء لوجودك ثم قال الله سبحانه وتعالى لو لاكم لأنزلت عليهم عذابي الذين يكذبون بوجود صاحب الزمان وبإمامة صاحب الزمان لو لاكم لأنزلت عليهم عذابي ولكن لوجودكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء هل عرفت الآن قيمة وجودك على وجه الأرض قيمة وجودك عند الله سبحانه وتعالى قيمة وجودك وإيمانك بصاحب الزمان عند صاحب الزمان سلام الله عليه هكذا أنت مهم هكذا أنت مهم وهكذا أنت مهمة لذلك عامل نفسك كشيء مهم في قلب صاحب الزمان كشيء مهم عند الله سبحانه وتعالى وطبعا هذه الرواية وردت في كتاب البحار في الجزء الثاني والخمسين صفحة 145 بعض الأخوة المبلغين يطلبون مننا المصدر إن شاء الله ليستفيدوا منه فإذن أنت من الذين الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم جميع أعمالهم ويعفو عنك عن جميع السيئات ويغفر لك جميع الذنوب وبفضل وجودك يسق الله سبحانه وتعالى الغيث للعباد ويدفع عنهم البلاء العبارة ما هي هذا آدنى كما قال الإمام الباقر عليه السلام هذا آدنى ما يكون لك من الثواب آدنى ما يكون لك من الثواب أما أعلى من ذلك لا نعلم لا نعلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الثابتين على ولايتي صاحب الزمان ومن القائلين بإمامته في زمن الغيبة الكبرى إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر